موسيقى ضمنت مقعدا لها في الدور المقبل من منافسات الكأس الفضي ايد احمد العجلاني المدربة تونسي مدرب نادي اولمبيك خريبغاس اهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بكم المشاهدين الكرام سحمد البداية ستكون معك مدرب صالة وجال في الخليج العربي لأكثر من 18 عاما مدرب اعتبر ربما مكتشف لعدد من المواهب الاسيوية والسعودية ياسر القحطاني السهلاوي على سبيل المثال للحصر مدرب له انجازاته أيضا مع الكرة التونسية وعدد من أقطاب الأندية التونسية الكبرى اليوم يحطوا الرحالة في المغرب ما هي الرهانات ما هي التحديات ودع الموسم الماضي طيّة النسيان لأن ظروف فارس الفوسفات كانت ظروف لا يحسد عليها الفريق بسم الله الرحمن الرحيم يعطيك صحة ساعة ونشكرك على الاستضافة هذه أحمد العجزاني في تجربة جديدة من الشرق إلى الغرب معناها كانت التجربة صعيبة خاصة في آخر الموسم الفارس نظر الظروف اللي مربع الفريق لكن الحمد لله بوقفة الرجال يتمكن الفريق بش يضمن البقاء متاعه إن شاء الله الموسم هذا ينطلق ويكون مجرد ذكرى ذكرى سيئة في تاريخ أولمبيك خريبغا نتمنى باش الموسم هذا نشوفه الفريق في أفضل حال ونشوفه كل القدام المغربية في أفضل حال في الموسم هذا اللي تستقبل فيها بطولة العالم للأنديا وتستقبل فيها في بداية السنة الجديدة كأس الأفريقية في المغرب نعم وسنعود بالتأكيد بالتفاصيل لنادي أولمبيك خريبغا للانطلاق هذا الموسم للاستعدادات كيف أمر سيل عجلاني حضورك لا يقتصر فقط الحديث عن أولمبيك خريبغا ولكن قد نقول نحن اليوم أمام خبير كروي سواء على المستوى المغربي أو حتى على المستوى الخليج العربي حين تكون بطل لبطولة مغربية صحيح الكرة المغربية في تراجع ولكن تبقى تلك الصورة النمطية لدى الكل بأن الكرة المغربية هي كرة متفوقة عربيا أفريقيا البطولة المحلية بطلها هو المغرب التطواني فريق يستعد لأكثر من منافسة يلعب على أكثر من واجهة ولكن كان يود أن يعطي العربون عربون المحبة عربون التفوق لأنصاره قبل منافسات هامة جدا سيمثل من خلالها المملكة كسفير فوق العادة في كاس العالم الأندية هل تعتقد بأن الضغط الذي يمارس على لعبي المغرب التطواني أم أن العناصر التي أقحمت بشكل جديد داخل تشكلة الفريق هي التي جعلت النادي ربما يخرج خاوي الوفاد ومن أدوار متقدمة نوعا ما في كاس العرش أول شيء الوصول للقبة صعب واللي أصعب منه الحفاظ عليها ثاني شيء اللي عمله الرجال البيضاوي في الموسم الفارض في البطولة لكاس العالم معناها إلى بلسي لابارتريو بالنسبة للأندي العربية والمشاركة للفرق مش توصل الفريق مش يوصل للعب أفريقيا حتى أفريقيا حتى مش يلعب الدور نهائي معناها صعيبة الأمور المغرب التطواني بدهب سوى بالبطل الموسم ويلعب بطولة كاس والدور الثاني مش يلعبه في ملعبه كان قدام منافس قوي شرس تعدات المقابلة قوية تعادل واحد واحد في الجولة الأولى تعادل واحد واحد في الجولة الثانية بعد باش تمكن الفريق باش اللي ترشح حفظين بواحد على ملعبه نظنها اللي إخساره موجعا لكن الفريق قادر باش يكون يسترجع أنفاسه كمدارب ربما تختار اللعب على الواجهات التي تراها ذات نجاعة ذات نفس أقصر نوعا ما لا لا ما عندهش خيار يعني مثلا ستلعب على كل الواجهات على كأس العرش على الدوري أبطال أفريقيا وعلى البطولة الوطنية وكأس العلن أندية من الصعب بمكان ربما تكون هناك تراتيجي وأن يقولها الجمهور الرياضي بالطنس يعني بيحس فكاينة وعنما في الفيسبوك أنه العامري مريم بغاش تكشف الخطة بيالو الأنشلوتي ولكن لا يعني لا يوجد مدرب في العالم لا يريد أن يحرس كل الألقاب ولكن قد تكون هناك استراتيجية للتفضيل بين هذا وذاك أول شيء لازم نحط نعم بك لسمة المغرب التطويني من الأنديا الكبيرة ولا لا أكيد مؤخرا من الأنديا الكبيرة لو حطيناه في المؤنديا الكبيرة المؤنديا الكبيرة ما تنجامش تجي تقول رجاس ما تلعبش على الكاس مش تلعب على الوطول لا مغرب التطويني اللي يلعب ويتحط من الأربع الأكبار لازم يلعب على كل البطولات اللي موجودة في الميزان يلعب في الكاس يلعب كاس العرش يلعب كاس العالم يلعب البطولة يلعب كاس فريقيا لازم يكون جاهز من جميع النواحي جاهز بالفكتيف اللي عنده جاهز بالإطار الفني جاهز بكل الاحتمالات ليس يعدي موسم كبير وقطع غيار ربما قطع غيار ملا أكيد أكيد معناه الفريق اللي بش يلعب البطولة والكاس وبش يلعب كاس العالم الأندية وبش يلعب شمبيونز ليك لازم يكون مننا الرصيد البشري اللي من الكم والكيف إلى ملعب البطولة الوطنية اليوم دفاع الحسن الجديدي حامل لقب وقلت قبل قليل وصول القمة ولكن الصعب الحفاظ عليها بعسر ربما تأهل وعلى يد هدف قناص سجل هدف في الذهاب ومن ثم في الإياب لهو أيوب بن الناح وكما قال شحاته وسنستمع إليه بعد قليل هناك فراغات كبيرة جدا في صفو فريق الدفاع الذي شائعات كثيرة من هنا وهناك قيلت وتقال لحد الساعة حتى قبل بداية الموسم قاعدين نسمعوا بالمشاكل هذه نظرا الموسم الفرط الموسم الكبير استثنائي موسم استثنائي في تاريخ النادي مع بن شيخة معناها مردود ممتاز جدا في البطولة الأفريقية مردود ممتاز في الدوري تقريبا معناها موسم استثنائي خروج المدرب كان ضربة كبيرة للفريق معناها كيما أنكو أنكو دري للمجموعة مش يجي مدرب جديد اللي مدرب شمبيون دافريق ثلاثة مرات المعلم شمبيون دافريق معناها معاش ناجم تكلم شمبيون دافريق دي ناسيون مع المنتخب المصري ثلاثة مرات معناها مايش مربوطة بالمدرب صحيح لكن فيه لاعبين خرجوا فيه نمط جديد متع أسلوب جديد متع معاملة متع كذا لكن نعتبر اللي الأجواء توا في الجديدة معناها صعبة شوية ما زال الفريق ملقاش لكي ليبر مع حسنيت أقادير اللي نفس الشيء كما قال سفوات توا ل البرتيرو تورم تاع الموسم الفارط كانت كارثية بالنسبة سبع هزائم متتالية تسعى تسعى لمدة أكثر من تسعة هزائم لمدة أكثر من ثلاث أشهر ما كنش نتيص معناها الفريق بشعيش ولكن في مباراة سداب بشعيش ما ليحة على الأخضر ولا يبيس على الرجاء ربع الويداد ربع أفضل الفرق معناها يكون الوضع صعيب بالنسبة للفريقين الاثنين أنا نظن بالنسبة للفريقين الاثنين لكن أقل خطورة بالنسبة للدفاع الحسني الجديدي أقل خطورة من الوضع اللي لازم معناها يكون حسنية أقادير في وضع أريح وأفضل الفريق لأنه عنده إمكانيات مش يكون أفضل نعم ومدينة كبيرة وجمهور عاشق وملعب من الترازل الحديث وكل إمكانيات ربما عالمي وحتى الجيش الملكي أولوام بك خريب تتعادل في الديار سلبي وتعادل إيجابي في أرض الجيش الملكي لغاية الدقيقة الخامسة والثمانين لكن أعتذر عن هذا اللفظ بلادة كروية أنصح التعبير تجعل من الفريق يدفع الثمان غاليا بالإقصاء بثنائية في الوقت الميت خمس دقائق أخيرة سي العجلاني وفارس الفوصفات يغادر صحيح يغادر بنسق جميل بجمل تكتيكية رائعة أنا فوجئت ست سبع تمريرات تصل لمناطق جزاء الخصم وتهدد وتضيع عدد كبير من الفرص ولكن قد يبشر بالخير في الأيام المقبلة ولكن صعب على الجمهور جمهور فارس الفوصفات الخروج المبكر مكاس العش معنا مشكلة مشكلة في اللاعبين اللي معنا تكلمت معهم برشة مرات أنا أكثر شي اللي حز في نفسي اللي أحنا كنا الأفضل والأجدر على مقابلتين إلا خمس دقائق أخطأ في خمس دقائق قد تكون كاربية مقابلتين إلا خمس دقائق معنا في المقابلة لولا كنا الأجدر باش نتحوقوا نربحوا معنا عادي في المقابلة الثانية قبل خمس دقائق أحنا مترشحين أحنا مترشحين ونحب أن نلعبوا في الوجوب نحب أن نعملوا نلعبوا للبيبليك ونلعبوا لكورة كورة القدم تلعب على النتائج تلعب على الوقت تلعب على شنو اللي حاصل معنا أحنا قبل خمس دقائق أحنا مترشحين صحيح وباقي طالعين نهاجموا بستة و بسبع لاعبين لم تكن هناك تعليمات في الآن لا لا موجودة تعليمات موجودة تعليمات التطبيق اللي غير موجود التطبيق اللي غير موجود معناها معناها لا وعي عدم نضج ثقة زائدة نوعا لا لا عدم نضج تاكتيكي معناها لما اللعب يلعب تلعب وتشوف الوقت تلعب مزال خمس دقائق أحنا مترشحين والفريق الثاني والفريق الثاني مطالب بالعودة ولكن سحمد يعني كما تفضلت قلت يعني خمس وثمانين دقيقة الفريق مترشح لماذا مثلا تذهب وتبحث أنت عن زيادة الغلة نضج تاكتيكي ولكن النضج تاكتيكي كان ظاهرا في الموارات الذهاب وأيضا في الإياب فيما قبل الدقيقة السادس والثمانين نتحدث عن نضج تاكتيكي في البناء بناء الهجوم في التماسك في خط الدفاع البرقادي كان متألق ذهابا وإيابا رغم غياب علوش يعني كان هناك فريق منسجم لماذا هذا الضياع والتيهان في الخمس دقائق الأخيرة شوف خلينا نقول لك في كرة القدم في كرة القدم ثم أوقات متع عدم التركيز الأوقات بداية المقابلة نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني نهاية المقابلة معناها لما تضيع التركيز متاعك لما تضيع التركيز متاعك في نهاية مقابلة شنية هي كرة كرة بسيطة معناها صاحبك ما كش منتبابش صاحبك يغطي عليك ما تكون حاضر اللي منتبه اللي تغطية ما تروح للهجوم انت اشتحب احنا ضيانا ثلاثة ولا أربع فرص واضحة للتسجيل معناها هذا هو أكثر شي لكن هذا بكله دروس في كرة قدم في أولمبيك خريبجة الموسم هذا بدينا ناقص 12 اللعب على الفريق اللي بداية في الموسم الفرص هاي غدروا غدروا الفريق غدروا الفريق الحمد لله معناها اللي موجودين معناها أنا راضي بالمردود متاحهم بالمستوى متاحهم وسبق للكابتن باش تتغل معاهم وكان هو اللي خرج عليهم وكانت نصيح وكانت نصيح معايا باش وكانت نصيح أروا اللي خرج عليهم أي نر أخلقنا ترجم لهم اللي خرج عليهم بالتونسي أخرج عليهم وأنا اللي ضيئة زم لا 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 ما تكلموا في ها أنا أجلاني سمعلي أنا شفت المباراة شوف سيا في اسبانيا أولمبيك تبعز كل مباراة أولمبيك خريبقى منتصرة بواحد جاء الهدف هدف من صورة تغطية من كورة عرضية وكذا بعدين على فرصين كان ضيوفي يجي الهدف تألق زنيتي خرج كورات خارقة تحدث عن ذهاب أو للإياب لا المباراة للإياب ففي الوقت اللاعبي المدافعين يخصون يقعوا في المكان ديالهم والموالي اللاعبي الوساط ما يقضروشكم الكل مشات يلقائيا خداوا مرتد قاتل مشا منه الهدف الثاني من بعد لعبوا عود كل الأوراق باش يمشيوا القدام خداوا مرتد خمس لاعبين ضد واحد أعتقد لأن اللي ما شافش المباراة يقول ثلاثة الواحد قاسية ولكن اللي تبع المباراة يشوف لأن أولمبيك خريبقى فلتص مرتين الفرصة يلجي الواحد وبتريق ذات هدف قاتل نتمنى على أن أولمبيك خريبقى واللاعبين ديالهم يستفدوا كثير خاصة أن ما كنش تعزيز يسكر اللي حد الآن مش يدفعا عن استحمد خداوا ثلاثة اللاعبين واللا أربعة فما زل عندهم مجموعة من الأماكن الشغيرة وكان مجموعة واللي جميل هو اليوم كي يلاعب كالبورقادي وكياميق جواد اللي لاعبين صغار البورقادي 86 وياميق 290 اللي كيزوز صفوف النخبة المحلي وهدي منذ مدة ما كنش لعبين في المنطقة وزوز في المنطقة بالأولمبي اللي هم الجمعاوي ومعتمد الحارس يعني الفريق لبس إن شاء الله مع لي يخوف إن شاء الله مع لي يخوف لكن الخبرة كانت فتورتها غالية لأنه أنا حبيت صراحة حبيت يكون عندنا باركور مزيان في الكوب لأنه الكوب دائما يعطي حماس يعطي دفعة معنوية للفريق يعطي 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 رونق ونسق خاص للجماهير بتاع الفريق بتاعك لكن على العموم أنا أراضي على مردود اللاعبين في المقابلات التجربة جيب الأخطاء واللي ما يتعلم لكن إن شاء الله تكون آخر الأخطاء ثمانية إلى تسعة دول على ما أعتقد مع أندية مرموقة وأندية عالمية ولها صيط كبير وتحقيق يعني عبد من الإنجازات مع منتخب ويلز أيضا بلد قارث بلد نجم ريال مدريد الجديد أيضا تعاقدات على مستوى العناصر البشرية صلاح الدين السعيدي نصير كردي شافني كردي كمال شافني كردي يعني هؤلاء من نتحدث عنهم أربعة أو خمسة منهم لعبوا مع إيريك جيرت في المنتخب الوطني يعني يحملون الشارة الدولية ولعبوا مع رشيد التوصي فيما بعد وبالرابح الآن مستدعى من طرف بادو الزاكي عميد نادي الوداد يعني كل ظروف النجاح ربما متوفرة وجمهور وما أدرك مجمور الوداد العائت بعد أن قاطع الموسم الماضي وكانت هناك ربما حرب شرسة مع المكتب مع مكتب عبدالإلاء أكرم ولكن اليوم يريد أن يبدأ بداية جديدة وأن يعود إلى سكة الألقاب التي ربما بالنسبة للجمهور طالة امتظارها هذا هو ضغط الرجاء على تطوان على الوداد على الفرقكم لأنه عشبهم جمهور رجاوي لماذا تنسب هذا لازمك تفهمني الحراك المردود اللي عملوا الرجاء في البطولة كأس العالم حمس الكل حمس الكل وحط ضغط كبير على الإدارات على المنافسين على الفرق الكل صارت والتكريم صارت صامجة زيستي باش الفريق الرجاء حط الناس الكل تحت ضغط النتائج الكبيرة بالنسبة المدرب الكبير جاي للوداد وعملي لك الركر يتموها ذا ما عندك حتى ما عندك ما عندك بش تفسر ما كش بش تكون انت بش تلعب على اللقب تحاول بش تحمي الفريق متاعك عندك الدعم متاع الإدارة متاع اللاعبين متاع الجماهير متاعك ما عليك إلا تكون جاهز معناها بالنسبة بثماش بثماش مدرب يجيب شي يشتغل في فريق وما يكونش عنده معناها انوبجيكتيف معقول جدا ولكن هو في حديثه قال لا أعدهم بشي قال أنا لازلت في مرحلة التعرف على اللاعبين على الأقل ست إلى سبع مباريات في البطولة الوطنية لكي أتعرف على الأقل على مستوى الخصوم أتعرف على قدرات وإمكانيات اللاعبين لدي حينها ممكن أقول ماذا يمكن إنجازه معنادي الويداد له الحق في ذلك هذول الثقافة الأنجلوفونية لا يتصرعون في إطاء الوعود كما هو حالنا في العالم العراكي السلعجلاني أنت من بين الأسماء التي حطت الرحال في المغرب حسن شيحات عط الحق من شيخ الموسم الماضي لدينا الآن توشاك مع الويداد هناك أسماء من مدارس مختلفة وأتحدث مرة أخرى عن منطقة شمال أفريقيا منطقة المغرب العربي ما المميز في البطول المغربية لماذا أصبحت هناك التفات أو ما من أطر خبيرة يعني أنت بمسيرة كبيرة جدا في الخليج العربي وفي تونس عند حق من شيخ مسيرة أيضا جيدة مع المنتخب الجزائري حسن شيحات المعلم بألقاب لا تنسى أفريقية يأتون للمغرب هل المغرب فعلا بيئة العمل صالحة ربما للإبداع وتحقيق الإنجازات وشاهدنا فوز البنزار جاء في ظرف وجيز يعني يتمكن من تحقيق إنجاز سيبقى في الأذهان لزمن طويل مع رجعه ما ذكرت المدربين المغربة اللي يشتغلوا في تونس أكيد أكيد محمد فاخر كان هناك عدد كبير من الأسماء كان العدد الكبير من الأسماء كورت قدم معناها كل مدرب المدرب المغربي ممكن يكلموا في الخليج يكلموا في تونس في الجزائر مدرب لأنه سيئة انتررسيونال معناها ثم الوكلاء الأعمال طويلة المدربين موجودين على الساحة المدربين تحب على الأفضل تشوف ليسي بي متاع المدربين كل فريق حسب طبوحاته وحسب إمكانياته وأنا نشوف اللي من كورت القدم اللعب يتكون يتكون مثل ماش مدرب اللي قادر بشيكون اللعب 100% معناها واحد يزيده يعطيه إضافة 5% 1% 10% في تاريخ اللعب وفي تاريخ الكولتور تكتيك متاع اللعبي كورت قدم معناها لما تكون فيه تنوع متاع متاع المدارس خاصة مش يكون فيه استفادة للعبين معناها استفادة تعتبرها ظاهرة صحية أن تتنافسون أنتم الأطر الوطنية مع ولو لم ينجحوا لما جئ بهم يعني لم يكن هناك تعاقدات معهم عبد الحاكم الشيخ قدم مستوراء مع الدفان الحسن الجديد عاده لمنصة تتويج بلقب تاريخي هو كأس العرش فوزي البنزارتي شئنا ما بينه هو من كان ربان استفينة رجاوية في كأس العرش الأندية وإن كان هناك عمل سابق لمحمد فخر ولكن على العموم الأطر الجزائرية التونسية اليوم معنا حسن شيحاتا قابل لأن تقدم مسار طيب مع الأندية المغربية لا يمكن استفيد من هذا الأطر إلا إذا كان هذا الأطر بسيرة ذاتية مهمة متنقل من كان تلقى مدربين عندهم بطولات وعندهم كؤوس وعندهم جوالات وعندهم جوالات وصلوا وجالهم وهم من يتوسفوا مجاناش ناس من المغرب العربي ليس لدي كأن أسلي ما معروفونش في الزناقي ديالهم في الدروبة ديالهم فرانسا وفي أخرى وكيجوا يدروا اسم في المغرب وعلى عشر سنوات الأخيرة اللي بويتنا أعطيك الأسماء تكثر من عشرين اسم الآن الحمد لله مني كتسمع جال عجلاني وجال بن زرتي وجاد الالسيرات ديالهم غنية عن سنعود مني كيكونوا الأسماء فما يمكن إلا يعطيه المزيد البطولة ويردوا البطولة بطولة دولية كيجوا مدرب من كل صوبين واحد ولكن مني كيجي مدرب اللي كتلقاه خمسة دين وامريحوا وما مدربش وجابش يدير لاروتريت هنا دياله في دولارات بالملايين أعتقد أنه يكون إشكال فأهلا وسهلا وكل مدرب أجنبي اللي سيرسو جيدة وقادر يعطي الإضافة للأندية الوطنية والإطار الوطني المغربية وتكون منافسة منافسة شريفة منافسة جيدة كرة القدم أو مع العولمة الحياة بشكل عام أصبحت لا تعترف بالجغرافيا يعني صحفي يمشي يشتغل في تونس يشتغل في المغرب وهكذا دوالي ولأننا نقبلوا هذه المنتخبات في السوداء هناك كينيا وسيراليون على ما أعتقد في المغرب واللادة في عالم كرة القدم العجلاني لدينا الآن مونير حداد مع برشلونة المهدي بنعاطية يلعب مع البايار بالعربي متألق في الدوري الألماني هناك أسماء رنان برادة عادة لمارسيليا ويسجل من أول لقاء في الدقيقة الأولى يعني الحمد لله قاعد الاختيار تتسع وكناخب وطني عليك أن تقدم أفضل ما لديك والزاكي هو من تألق في أرضكم هناك في تونس لما لا يعيد الكرة في المغرب أول شيء المنتخب واللعب في المنتخب وحمل قميص من طع المنتخب هو شرف لكل لاعب أكيد اللاعب المدرب لازم يشوف اللاعبين اللي يمشيوا بفكره فيه قرارات كبيرة صعيبة لازم يخذهم المدرب نتذكره إيمي جاكي في فرنسا نحى جينولا وكونتونا في عزهم لكن عنده كانت عنده هدف وسياسة واضحة الزاكي ما عادش عنده وقت أربع شهر أربع شهر وبطولة الأفريقية مطالب أقل شيء أقل شيء مطلوب منه بشرع بالدور نهائي أقل شيء لا لقب الجمهور المغربي السيحة سنيطالب باللقب أقل شيء للدور نهائي لازم يكون عنده المجموعة توا ويركز في شغله وفي لعب المقابلات وإن شاء الله التوفيق بإن الله سحمد شرف كبير حضورك الله يسلمك أنا شرف لي أكبر اللي كنت موجود معكم وستمتعنا مرحبا